قناة مغامرات الدياني ترحب بكم في مغامرة جديدة دياني أدفنترز تشانل ولكمز يو تو اي نيو أدفنتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى أله وصحابتي أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من أجدير المركز رحلة جديدة ان شاء الله وتعالى هذا هو المأوى دي الأجدير ولكن مبقاش خدام نغنخلي السيارة ديلي ونقر الانطلاق ان شاء الله وتعالى افتيشة وحيرا تبقى هذا الابتجاه هذا ما غديش نمشي مع الشانطي 12 كيلو هده ما غديش نمشي مع الشانطي غدي نمشي من وسط ألمو طبعا معنا بشتسنتر ولكن قاولا ديالك يبقى نمشي ملغة جدير جدير انترجمية جدا على بركة الله مشينا على الأقدام إن شاء الله وتعالى قادي نختصر الطريق عبر هده المرج أو ما يسمى بالأمازيغية ألمو هنا إن شاء الله وتعالى فين غدي نبات هذه الليلة إن شاء الله وتعالى ولو أنه كيل برت بزاف خلاص في الليل تتزدراجة الحرارة إلى حد البعيد من العوينة رافية عشية إن شاء الله وتعالى نشرب منها نبخصني ربح الوقت صراحة جميل جدا في هذا الاتجاه أفولدوازو كينا أقلمي مزقزا وفي هذا الاتجاه في الغدي نحن إن شاء الله وتعالى كينا تقلمي مزقزا وفي هذا المركب الرياضي الشيخ الغدف قازو طبيعي لا يحتاج إلى السقاء ولا يحزنوا وفي هذا الملاعب التدريب أحده كثيرة وموجودة شو أرى ما تجري تعرف شحة من هكتار يريد أن يكون هنا شوف 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 شحة من هكتار سيكون هنا شوف أرى اللياقة البدانية وراء الانترينة ليس هنا لا يوجد معمورة ولا أفران تقريبا 1500 يال لا يوجد معمورة ناسي بالتدريب وهنا كينا المجرى المائي يعوينا اللي كينا رافين تعطينا الماء نحن سبارك الله شو رائع نحن نحن سيبدأ نحن تجاه تيق المامين دائما ولكن المشكلة تكون مع الكلاب هذه المنطقة تكون كلاب دارية تتعاطقش شوفوا تبارك الله هاد آلمو اللي قلت لكم كيف نحن طريق بالقودرون رائع بصوبة قودرون رائع تتبقى غير 1 كم حضورة وطبيعة هذا الطريق لا يوجد اتزر ومن ثم تقدر تخرج الزائدة وما جاء وراء ترون المغرب العاميرق ترون ترون هاي الناس فين ساكنين ترون المحنة خاصة في وقت التلوج هنا الله المفتعل المغرب العاميرق المحنة مساكن شوف المغرب العاميرق شوف الضايات والمنابع المائية ولله الحمد والشكر ما زال كثيرا في هاد المناطق ما بين اجدير وتقلمامين كينا عود تاني واحد الضايا شوف المنظر كده ما شاء الله قلبتها في الماب بس ما طلعتش لي اسمية ديالتها شي ثلاثة كيلومتر على اجدير تقريبا منظر رائع جدا وهنا غد ينبداوا في الغابة ديالت الارز حاليا او حالا تبارك الله شوف ديالت الارز تبارك الله ويزداد المنظر حلاوة وجمالا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وحاليا امسي وحالي موطنان أعشاب غابوية سلام و لك صراحة وحد الثروة غابوية كبيرة جدا تصوروا معي تقريبا 65 كم من أجدير تل اجزر وهي بحال هكذا غابات شاسع الله مبارك شو تصوروا معي كين الشجرة من أشجار الأرز التي عمرها ألاف سنين و أصعب بالنسبة للساكنة هي تعدى على شجرة من أشجار الأرز المياه و الغابات تتكلف و التي يبس شجرة يتم بيعها و تقطعها بشكل يابسها و بطبيعة الحال هذه الأشجار أتمينة خيالية لا يمكن أن تخطر لك ملايين سنتيمات الشجرة الوحيدة طبيعة الحال الأرز و التي تسمى القيزة و النجارة و المستوى عالي جدا تبارك الله شوف شوف معي شوف الراحة النفسية تبارك الله شوف الله أكبر الله شوف 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 الزقزقة عجيبة تبارك الله هدوء نفسي راحة نفسية و مباركة شوف و حد الوقت و الذي يتماشي وسط البلط الأخضر لم أقابة لا تجد من ينوز شوف الغابة كثيفة جدا لم أقابة لتجد من ينوز ابدو الغابة كثيفة جدا ولكن يلوح لي أني غير في الطريق الصحيح الله أكبر والله الحمد خروج من هذا المأزاق لا يكون سهل وقت وليت وسط الأشجار بلور ساكادو لي لم أردت كيف ندوز ولكن قدر الله أنني قلت نازل تحت ولكن لا يوجد نحوص الحد ستتخرج الهدفة داخل هذه سوف نقوم مضطرة لكي نزل وأنا وزهري إما سوف نربح مسافة إما سوف تزاد عليها مسافة الإس the scene يوجد أن تفعلها مسافة الماء الماء هو مسافة من الزائرا السين بيان السيندئان هي الزائر وضع الريزو الملاحظة مقارنة مع الأعوام التي تحتاجها وضع الريزو وضع الكثير من البلايس تستطيع الانسان في موقف هذا تحتاج الانسان تحتاج الى الوقت تحتاج الى الاخرى لا بد من وجود زواحف لابد من وجود بعض الطيور و بعض الكائنات التي تقدر تقادي طبيعة الحال هذه الكائنات هذه امتى تتقاديك إذا تحاصرت ولحست بالخطر أما لكان عندها مجال الهرب تتغرب إذا انتا باش ما تحط شراسك في هذك الموقف ديال تحطها في موقف خطر تتبقى غير وتتحدث أصوات تذكر الله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله منها تتحمي راسك وتانيا تتجمع الآجر وتشهد لك قاعد الكائنات لك هنا تشهد لك لك أنك ذكرت الله هنا هذا هو اللي كين أخيرا تحتفل الطروت هذه الطروت هو واحد الأمارة هذا الشيء بش يعجبوني الأمازيغ والناس ديال البلاد تعجبوني بها القادية هذه تديروا أمارات دابع إن شاء الله و تعالى غال نبقى غادي مع هدلو طروت هذه تتنوصل تقرمامين و مرة مرة تديروا واحد شارب تعلقهم في الشجرة الفوق باش إلا كانت تلج و تغطعت هذه اللي فلارد تتبقى تباليك الأخرى أقصد الله يجزيهم بخير قاعد لي دار شي حاجة زوينة و نفع بها الناس رمأ جور صراحة بلي تنكون دير الروندوني وتنتلف الطريق تتصدق لي أحسن وأفضل لأنني تنشوف بلايس ما كنش مبرمجهم شوفوا دابا فين خرجت واحد المرج و واحد المنظر ولا أرواع أنا تلفت في الطريق ولكن هذه صدقة أجود و ستكون بقى بعيدة ما شاء الله الطريق الوحيدة التي تلفها الإنسان وتالف الناس بصح هي الطريق الخمراء الطريق الدخوان الطريق الفساد الفجور هي الطريق للتلفق أما هات الشي يا سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر